هناك سيد الكريم خلاف كبير إيديولوجيا وكذلك هناك خلاف إيديولوجي وخلاف تمرد المسلح من عمال الكردستاني الإرهابي المصنف في تركيا والولايات المتحدة وأوروبيا إرهابيا. يعني الإقليم الشمال العراق لم تسعى إلى الانفصال عن تركيا ولا تسعى وليس لديها أهطاف انفصالية في تركيا وكذلك قريبة حليفة وقريبة إيديولوجيا. أما العمال الكردستاني وامتداده في سوريا أي بيادة حزب الاتحاد الكردي. يعني ليست فقط خلاف إيديولوجي. كذلك هناك عمل مسلح في داخل التركيا وفي خارج التركيا تهديد مباشر على التركيا. يعني في الحقيقة هناك عملية السلام. يعني ننتقد أردوغان ولكن هو الذي أطلق عملية السلام. وهذه العملية استمرت سنتين. لم يحدث أي عمل مسلح من طرفين. ولكن بلاسف الشديد الأمال الكردستان عاد من جديد إلى نهجه الإرهابي. وبدأ بقتل رجال الأمن. وهكذا تسارعت الأمور والاشتباكات. ولذلك هناك يعني ما دام عند الحزب الأمال الكردستان أهطاف انفصالية واستخدام العنف تجاه الدولة. سيكون هناك بالمقابل وجهة نظر أخرى من قبل التولة التركية. ترجمة نانسي قنقر